إننا نؤمن بأن الله خلق الخير ولم يخلق الشر منذ بدء الخليقة سؤالي كيف تمرد الملاك على الله ليصبح الشيطان كما نعرفه اليوم من أين أتت له هذه الفكرة بالرغم من أنه خلق ليمجد الله الله خلق الخير تيجي بتقولي الله لم يخلق الشر الشر ما بيتخلقش الشر عدم والعدم يعني لا ملاشاة لا شيء عشان كده الظلمة لم تخلق لأنها عدم ما تقدرش تقول إن الله غير قادر على خلقة الشر لأن الشر لا يخلق اللي يخلق الخير الشر موجود أساسا فاللي يخلق الخير الخير حاب يحل الخير بالموجود من العدم عشان كده الله أوجدنا من العدم العدم هو ده الشر فأوجد الملايكة من العدم وأوجد الكون كله من العدم وأوجد البشرية من العدم فالله خير ولا يفعل إلا الخير لما جي يخلق الملايكة خلقهم كنئنات لخدمته والخدمة البشرية لازم تكون عندها حرية كاملة والبشر لازم تكون عنده حرية كاملة ومدام الإنسان مخلوق على صورة الله والله حر الله حر فلابد أن يكون الإنسان والملاك حر بس الفرق بين الملاك والإنسان الملاك مخلوق من أقوى مادة اللي هي النار والإنسان مخلوق من أضعف مادة اللي هي الطراب فالإنسان طرابي عشان كده ضعيف سقطت الإنسان جد بالغواية في حد من بره أخواه اللي هو الشيطان عن طريق الحية لكن سقطت الشيطان جت من داخله يعني من داخله يعني خدع من نفسه بص النفسه وشاف نفسه إنه كامل الجمال ومفيش أجمل منه فحب يا تعالى على الله وتولدت من نفسه في نفسه فكرة إحنا أحيانا بنقولها إيه هي يقولك إن الأغلبية تغلب الشجاعة يعني إيه يعني أنا وحيد وقوي وطلعوا علي عشرة المفروض ما قومهمش لأن أنا مش قد العشرة العشرة أكتر من الواحد فالشيطان تجلي الله لملايكته ما كانوش يعرفوا تجليه كامل والغاية النهاردة الملايكة ما يعرفوش تجلى الله إلا للي بيعلنوا ليهم وإحنا البشر تجليه لنا اللي بيعلنوا لينا لدرجة بولوس الرسول بيقول أنا أنظر الآن في لغز في مرآة لكن لما هروح عنده أقدر أشوف أكتر وأكتر وأكتر يبقى المعرفة دي وإن كان الله غير محدود تبقى معرفة مستمرة ودي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الآب الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته هنا الشيطان ظن إن هو الملايكة كتير والله لما بيتجلى ليهم واحد إيه رأيك لو أنت خليت الملايكة يبقوا في قبضة إيدك هيقدر يعملك إيه الله هل الواحد يقدر على الملايين وكان ربنا مديهم وصية إن يخضعونه في كل شيء معدى السجود لله يعني لما ييجا الله يتجلى كل الملايكة الملاك لوسيفر كان اسمه لوسيفر يعني زهرت بنته الصبح اللي هو الشيطان يؤمرهم يسجدوا وهو يسجد في الآخر بعديهم تصور له إن هو بيسجد إن كإن شكله بيهان أمام الملايكة اللي بيقدموا له كل احترام طب وليه أنا ما كنش زي الله وأرفع كرسية فوق كواكب العليه والملايكة بدل ما تسجد لله بأمر تسجد ليه ودي كانت الخدعة وعمل الإنقلاب لما عمل الإنقلاب سقط معه تلت الملايكة يقول لك جر معه تلت نجوم السماء اللي ما سمعوش صوته ولا كلامه ولا نفزوله أمره التلتين وكأن انقلاب فشل بس اللي وقعه التلت خلاص راحه وهو معاهم انتظر عايز يصلح الوضع طبعا التلت في الملايكة الملايكة الأشرار مش قد التلتين الأنوار قال لك طب وليه أنا مش هو خلق الإنسان والإنسان منطراب وأنا خدت من آدم الكرة الأرضية بقت ملكي الكرة الأرضية في نظر إبليس ما تسواش تلتة أبيض لأن هيعمل بها إيه ما تفدوش ده الملاك الشيطان ده روح والروح له هيأكل ولا هيقتني فلوس ولا هيمارس جنس ولا أي حاجة مش ده اللي قالوا الشيطان لأبو مقار في بستان الرهبان قال له وإله منك يا مقارة أنت تصوم ونحن لا نأكل أنت تسهر ونحن لا ننام أنت تسكن الجبال والبراري ونحن كذلك يعني إحنا أقوى منك في ده كله لكن حاجة واحدة بس اللي بتغيزنا اتضاعك طب ماسك ليه في الكرة الأرضية إبليس عشان يدخل فيه مساء التجارية الأرض بقت بتاعتي الأمجاد بتاعتي والبشر فيها آه أنا أغر البشر يسمعوا كلامي وينفذوا وصياي وديهم من كل المجد ده يبقى سقطوا لما سقطوا يبقى البشر تحولوا الأشرار لما تطلع روحهم هتنضم للتلت بتاعي وافضل أخذ من البشر أخذ من البشر لغاية ما كمل قد الملايكة اللي رفضوا ومملكتي هتقوى لغاية النهار ده بيفتكر أن مملكتي هتقوى وحتى هتشوف الحرب اللي في الآخر اللي في سفر الرؤية 12 حدست حرب بين مخايل وملايكته وبين الشيطان وملايكته رؤية 12 وهيسقط بس في حاجة هو مش فاكرها إن الله في جوهره مهما كانت الملايكة النورانية أو الملايكة الأشرار ده هو بنفخة يقدر يبيت كل الخليقة بنفخة واحدة ده الجوهر اللي هم مش عارفينه لغاية النهار ده وكانت أكبر صفقة إبليس يريد أن يعملها مع المسيح يسوع لما أراه ممالك الأرض كلها ومجدها وقال هذه كلها ملك لي وأنا أعطيها لمن أشاء دي ملكي وأنا أديها للي عايزه عارف لو الكلام اللي بيقوله إبليس غلط كان المسيح يسوع اعترضه لأن بيعترض على الغلط وشفنا المسيح يسوع في مواقع كثيرة اعترض على الغلط يعني مثلا لما اليهود قالوا له في يحنى 6 موسى أعطانا المن في البرية قال لهم لا مش موسى اللي إدكم المن أبي اللي إدكم المن وحتى لو موسى اللي إدكم المن أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا المرأة السامرية قالت له أنت أعسن من أبونا يعقوب اللي حفر البئر دي وشرب منها هو أولاده مواشيه عشان يبين لها أنه أعظم من يعقوب قال لها من يشرب من هذا الماء يعتش يعني يعقوب حفر لكم بئر تشربوا منها أنتو الحيوانات مشتركين مع بعض لكن المية اللي أنا هدها لكم اللي يشرب منها تفيد إلى حياة أبدي بلاطس قاله أنت معارف إيه أن أنا ليه سلطان أصلبك وليه سلطان أطلقك قاله أبدا ملكش علي سلطان لو لم تعطى من فوق إذن يسوع بيعترض على الغلط فلما يجي بليس يقول له هذه أراهما مالك الأرض كلها ومجدها المجد العالمي مش المادة بس الأمجاد الأرضية وقال هذه كلها ملك لي وأنا أعطيها مش بإذن ربنا لمن أشاء كان قاله لا لملكك ولا تقدر تديها لمن تشاء بل بالعكس سكت وأيت كلام الشيطان لما قال ثلاث مرات رئيس هذا العالم أتي وليس له في شيء فكان عايز يتنازل عن كله عشان المسيح يسجد له وينضم للفرقة بتاعته لكن هنا نجد أن الشيطان سقط بهذه الغواية التي من نفسه الإنسان سقط بغواية خارجه الشيطان لما سقط هو المجموعة بتاعته ما عندهمش تناسل يعني كل اللي أطاعه أطاعه بردته لكن الإنسان فيه تناسل فيه أباء وأبناء طب إيه زنب الأبناء فكان لابد أن يتم للإنسان خلاص لكن الشيطان ملهوش خلاص اشتركوا في القناة